بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إذا أحببت أن يقضي الله سبحانه وتعالى حاجتك كما تحب كما تتمنى كما أردت فعليك أن تثق بقول الإمام الباقر عليه السلام ورد في كتابي فضل الدعاء عن أبي حمزة الثمالي رحمة الله عليه قال استأذنت على مولاي الباقر عليه السلام فخرج لي مولاي وشفتاه تتحركان فقال لي هل بهت لذلك يا ثمالي فقلت نعم جعلت في داك يا ابن رسول الله فقال إني والله تكلمت بكلام ما تكلم به أحد قط إلا كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته وقضى الله سبحانه وتعالى حاجته كما يحبه فقلت يا ابن رسول الله جعلت في داك هل أخبرتني به فقال لي الباقر عليه السلام نعم من قال حين يخرج من منزله بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله توكلت على الله اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ليقضي الله سبحانه وتعالى له ما أحبه رجاء 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 استمعي واستمعيها العزيز وآيتها الكريمة جرب ولا تشك برنامج صباحات أولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين عليه السلام بيت النية قبل أن تخرج من بيتك لقضاء هذه الحاجة لإنجاز هذا الأمر للحصول على مرادك قبل أن تخرج من منزلك ثم قل اللهم أو قل عفوا بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله توكلت على الله اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ويمكنك أن تكتب هذا الدعاء القصير على باب بيتك من الداخل أو من الباب الذي تخرج فيه إلى خارج البيت يعني هذا باب الغرفة باب البيت إلى غير ذلك كي لا تنسى ويكون ذلك أسلوب حياة جرب ولا تشك ترجمة نانسي قنقر